المصرف المركزي الاتحادي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة التي تقارب الصفر كما كان متوقعا رغم علامات الانتعاش هذا ما أعلنته رئيسته جانا تيلين في شاهدتها أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بالرغم من استمرار الاقتصاد في التحسن لكن الانتعاش لم يكتمل عدد كبير من الأمريكيين ما زالوا عاطلين عن العمل وما زال تضخم أقل من مستوى تطلعاتنا ولم تكتمل المبادرات الإصلاحية المالية الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بتشغيل كل طاقاته وأدواته من أجل تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية في محاولة للدفاع عن سياسة الاحتياطي المركزي أظهرت هيلين الكثير من الحذر مشيرة إلى أنه من الممكن أن ترفع نسبة الفائدة منتصف العام المقبل وفيما يتعلق بالبطالة التي انخفضت نسبتها ووصلت إلى 6% والتي لم تكن متوقعة قبل نهاية العام فتخوف تيلين من أن تكون ناتجة عن انخفاض نسبة الباحثين عن العمل بفضل